بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب تالت عددي ان شاء الله هنحل التمرين المتنوع على الواحدة الخامسة رقم واحد قالت به كتعة مستقيمة كترة في الدائرة ميم وكياس زاود بها الف جيم بالسوء 65 درجة ودالتا نتمل القز به جيم اوجد كياس زاود الف جيم به وكياس زاود جيم دال به لازم يا شباب علشان تحل المسألة صح لازم ترسم الرسم صح اول حاجة هنرسم اي دائرة ونرسم الف جيم كترة في الدائرة يعني يمر بالمركز بعد كده هنعمل كياس زاود بها الف جيم بتسوي 65 درجة بعد كده هنعمل دالتا نتمل القز به جيم هنلاقي عايز اول حاجة كياس زاودة محوطية مقابلة والضلع المقابل لها قطرة في الدائرة يعني مرسومة في نص دائرة يبقى كياسها 90 درجة تاني حاجة عايز كياس زاودة في شكل رباعي دائري ونحن عارفين من خواص الشكل الرباعي دائري كل زاودتين متقابلتين متكاملتين تعالوا كده نعرف ازاي يبقى اول حاجة يا شباب رسمنا دائرة طبعا الدائرة اسمها ميمي يبقى نعمل المركز ميم بعد كده هو عايز اول به كتر في الدائرة هنرسم كتر يعني يمر بمركز الدائرة نكتب على الطرفين الف و به هنا الف وهنا به بعد كده مدنا كياس زاود بها الف جيم ستين درجة به الف هنعمل هنا جيم بس يكون كياسها تقريبا ستين درجة يبقى نعمل هنا جيم الزاود دي كام كياسها ستين درجة رسمي تقريبا تخييلي بعد كده هنعمل دالتا انتمل قز بالجيم ده القز بالجيم هنعمل عليه نقطة ولتكن هنا دا اول حاجة عايز كياس زاود الف جيم به الف جيم به يبقى نوصل به بجيم بعد كده عايز كياس زاود جيم دال به جيم دال به هنوصل جيم بدال و به بداية يبقى 3 تربع حل المسالة صح انك ترزم الرسمة صح وصلنا جيم بدال ووصلنا به بداية البرهان اول حاجة عايز كياس زاود الف جيم به الف جيم به هنلاقي الف جيم به زاود محطيها مرسومة في نص داير اول حاجة نكتب بما ان قلب به كطر في الدايره ميم بما ان قلب به كطعة مستقيمة كطر في الدايره ميم يبقى زاود الف جيم به مرسومة في نص دايره يعني الدلع المقابل لها كطر في الدايره اللي هو قلب به يبقى كياسها 90 درجة الزاود قايم على طول نكتب اذا قياس زاود الف جيم به الزاود قايمة يعني كياسها 90 درجة دا المطلوب الاول طب بعد كده عايز كياس زاود جيم دال به جيم دال به الزاود دين طب الشكل الف به دال جيم ربعي دايره نكتب بمن؟ الشكل الف به دال جيم ربعي دايره خلي بالكم انا كتبت الف به دال جيم ما حدش يكتب قالب به دال جيم دال بنماشي بنفس الاتجاه قالب به دال جيم طب من خاصة شكل ربعي الدقاري كل زاودين متقابلتين متقاملتين زاود الف وزاود دال متقابلتين يبقى نكتب اذا كياس زاود الف زاود الف زاود دال الف ودال متقابلتين يبقى مجمعهم كياسهم 180 درجة طب كياس زاود الف ستين درجة يبقى كياس زاود دال كام؟ مية وعشرين درجة نكتب في الاخر اذا كياس زاود جيم دال به كياس زاود دال يعني بتساوي مية وتمانين درجة ناقص ستين درجة بتساوي مية وعشرين درجة ودال مطلوب التاني رقم اتنين ميم الف كتعة مستقيمه ومن بيه كتعة مستقيمة نصف كترين متعمدين في الدائرة ميم والف جيم كتعة مستقيمة وبهدال كتعة مستقيمة وطران متعمدين ومتقطعان فيه رقم الف اوجة كياس زاود جيم بهدال رقم به يزبط ان الف دال مستقيم يواجه به جيم مستقيم خدوا بالكم علشان تحل المسألة الصحة لازم ترسم المسألة صحة اول حاجة سنلسم اي داريا ونعمل مركز همين بعد كده نعمل نصفين قطرين متعمدين هيبقى من الف ومن به متعمدين بعد كده نعمل وطرين متعمدين الف جيم وبيدال متعمدين بس الوطر الف جيم هيبقى من عند الف والوطر به دال هيكون من عند به هيتقطع في النقطة بعد كده نستغلي من خاص الدائرة تابعا في اول حاجة هنلاقي من خاص الدائرة الزوات المحطية بتساوي نصف كياس الزوات المركزية المشتركة معها في الكوع بعد كده مجموح كياس الزوات المشتركة تداخلها كلها 180 درجة طيب المطلوب التاني هنستغلي برضى من خاص الدائرة الزوات المحطية المشتركة من نفس القصص متساوتين في الكياس هنلاقي زويتين متساوتين في الكياس وعلى شكل حرف Z يعني يساوه بعد بالتبادل تعالوا كده نعرف ازاي يبقى اول حاجه رسمتي دايرة مركزها مين هنا مدينا دايرة مركزها مين هنعمل ميم الف و ميم بيه نصف كترين متعمدين ميم الف وليكن وفقي وميم بيه وليكن رافي ميم الف هنعمله وفقي وميم بيه نعمله رأس يبقى هنا نكتب الف وين نكتب بيه كده اول حاجه ميم الف عمود على ميم بيه نصف كترين متعمدين طب بعد كده اول جيم وبيه دا الوطران متعمدين من اول هنعمل وطر ومن بيه هنعمل وطر بس لازم يكون متعمدين ممكن تعمل اول هنا وبيه كده هيكون متعمدين وممكن تعمله هنا وكده اي شكل ينفع بس انا اعمله من اللي تحت يبقى الف جيم هنعمله من اللي تحت كده ممكن انت تعمله من فوق صح برضه يبقى الف يكافه في الوعات يبقى أول جيم مادكζ Gaming هذا يبقى يبقى الفيوم عمود عليه يبقى هنا بهداء هاي الغطفين فيه النقطة ديته نعمل الزودي قايمة والزودي قايمة هاي الزودي قايمة جيم بهداء جيم بهداء جيم بهداء جيم بهداء مستقيم يوازي بهداء مستقيم هنوصل الزودي قايمة بالزودي هنوصل الزودي قايمة ممكن ترسم رسمها من فوق شابه بالزبط المطلوب اللي هو العائز كياس زودي جيم بهداء طيب الدايرة مركزها مين هلاقي الزودي قايمة جيم به محطية وزودي قايمة مين به مركزية مشتركتين في الكوس قايمة به يبقى البرهول يبقى البرهول افق بارج كياس كياس زودي قايمة جيم بهداء أفق بحق ben وزودي هو مقايمة جيم بهداء عرب من بهداء يبقى البرهول توقف بحق بارج طيب هم الدين الزودي قايم يبقى دي كام 45 درج نصه اذا كياس زويد الجين به المحطية ساوي نصه اتسعين خمسة اربعين درج طيب اذا في المسلس به ههجيم اذا في المسلس به ههجيم موجود زويدين بسولة جيب الزودي الثالث ساوي نصه اذا كياس زويد الجين به ههجيم موجود زويدين بسولة جيب الزودي 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 درجة. طب جين بهي. جين بهي هي نفسها جين بهي ده اللي هو عايز. اذا. كياس زوج جين بهي ده. هي نفسها كياس زوج جين بهي. بتسوي كم درجة? خمسة واربعين درجة. ده المطلوب الاول اللي هو عايز. ده تكتب عليها خمسة واربعين درجة. طب المطلوب التاني. عايز يزبتان الف دال بي وزي بي جين. زوجة الف دال بي محيطية. وزوجة الف جين بي محيطية. مشتركتان في الكوس الف بي. بما ان. كياس زوج. الف دال بي. المحيطية. بتسوي كياس زوج. الف جين بي. المحيطية. اذا. كياس زوج. الف دال بي. بتسوي خمسة واربعين درجة. اكتب عليها هنا خمسة واربعين درجة. هلا قزيزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز بتساوي 45 درجة لكن الزويتين دلت وهم في وضع تبادل اكتب وهم الزويتين متبادلتين ونحن عارفين إذا وجدنا الزويتين متبادلتين يبقى على طول المستقيمين اللي بينهم متوازين اللي هو ألف ده المستقيم يوازي بيجيب مستقيم وهو ده المطلوب الثاني اللي هو عايف رقم ثلاثة فيها الشكل المقابل هي نقطة خارج الدائرة النقطة هي خارج الدائرة يزبط أن كياس زاويت هيا أصغر من كياس زاويت بيجي مدال عايز يزبط كياس زاويت هيا الزوية ديت أصغر من كياس زاويت بيجي مدال الزوية دين خلي بالكم النقطة ديت ورق هنعمل العمل هنوصل به بواق هنلاقي حاجتين فيه زاويتين محطيتين مشتركتين في الكياز في مشتركتين في الكوس يبقى مشتركتين في الكياز ثاني حاجة هنلاقي زاوية منهم خارج عن المثالث يبقى أكبر من كياس زاوية أي زاوية داخلة عدد المجاورة له بالعكس كياس زاوية داخلة عدد المجاورة لها أصغر من كياس زاوية الخارجة تعالوا كده نعرف ازاي يبقى تعمل النقطة هنا ولل تكون هواو هنوصل به بواق يبقى العمل نرسم بهواق قطعة مستقيم يعني نوصل بهواق على فكرة ممكن تحلها أنت بطريقة تانية بس أنا شايف الطريقة دي أسهل أول حاجة البرهان زاوية بهواق خارجة عن المثالث بهواق اكتب بمأن زاوية بهواق خارجة عن المثالث بهواق يبقى كياس الزاوية الخارجة زاوية يدخل عدد المجاورة في المسلس اصغر من قياس زود به وو دال الخريجي اعمل درقم واحد سنجد زود به وو دال وزود به زمدال زودتان محترقتان في الكور اكتب بمعنى كياس زود به وو دال اكتب جنبها المحيطية بتساوي كياس زود به زمدال اكتب جنبها المحيطية اعمل درقم اثنين واحد واثنين اعمل ايه هشيل كياس زود به وو دال وحط مكانها كياس زود به زمدال اللي هي بتساويه يبقى اكتب من واحد واثنين اذا كياس زود هي اصغر من هشيل ديت وحط اللي بتساويها كياس زود به زمدال كياس زود به زمدال وهو ده المطلوب لو عايز ممكن تحلها بطريقة تانية بس سنتيال ما فيش هسل من ديت خطوطين تلاتة بس ولمسألة تحلل رقم اربعة في كل من الاشكال الاتية يثبت ان الشكل البيهجيم دال ربع دائري رقم البيهجيم عايز يثبت ان الشكل البيهجيم دال ربع دائري خدوا بالكم انا اثبتها هنا عن طريق زودتين متساوتين في الكياس ومشتركتين في الكعدة وفي نفس الجهة من الكعدة طيب زود البيهجيم دال خارجة عن المثالس البيهجيم يبقى بتساو مجموع كياسي الزودتين داخلتان عدل مجاورة له طبعيز زودت داخل عدل مجاورة لا منه اطرع الخارجة ناقص كياسي الزودت داخل عدل مجاورة الاخرى 95 ناقص 55 باربعين هلاك كياس زودت بيهجيم وبيهدالجيم لتين اربعين يعني متساوتين هلاكهم برضو مشتركتين في الكعدة وفي نفس الجهة من على طول الشكل ربع دائري تعالوكم ده نعرف ازاي انا هزبطها بالبرهان البرهان اول حاجة بما ان زودت الاف ههدال خارجة عن المثالس البيهجيم بما ان زودت الاف ههدال خارجة عن المثالس البيهجيم يبقى على طول كياسها بتساوي مجموع كياسي الداخلتين 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 عدل مجاورة اليه طب هو مدينة زودت خارجة ومدينة زودت داخلها عدل مجاورة اليه عايز كياس يزود داخلتين عدل مجاورة اليه يبقى ترحوا من بعض يبقى اكتب ازاي كياس زودت بهالفه اللي هي الداخلتين عدل مجاورة اليه هتساوي الخارجة اللي هي خمسة وتسعين ناقص الداخلتين عدل مجاورة اليه الاخرى خمسة وخمسين درج طبعا هتطلع باربعين درج يبقى اكتب هنا كام اربعين درج اذا كياس زودت بهالفه بتساوي كياس زودت بهدالج اذا كياس زودت بهالفه خلي بالكم بيهالفه هي نفسها بيهالف ج بتساوي كياس زودت بهدالج اظن هنلاحظ دلوقت مشتركتين في الكاعدة وفي نفس الجامل وهم زاويتان مشتركتين في القاعدة حد يقول لي ايه هي القاعدة بيهالف جيم كتعة مستقيم وفي جهة واحدة منه يعني في نفس الجامل يبقى على طول الشكل البيهالف جيم ده النوع ربع دائم اذا الشكل الف بيه جيم ده ربع دائم كده عملت بالبرهان خط وخط رقم بيه عايز يزبط ان الشكل الف بيه جيم ده ربع دائم خدوا بالكم ده طويلة شوائين المستقيم المستقيم المرر بالمركز ونصف الوطر بيكون عمودة عليه يبقى الزوية قايمة طيب المماس للدائرة بيكون نصف الكترة عمودة عليه من عند نقطة التماس يعني من جامع عمودة على بيجي ونحن نعرف ان المستقيم العمودة على احد مستقيمين متواجين بيكون عمودة على اخر يبقى هنا بردو الزوية قايمة يبقى على طول الهلاجة متقابلتين وتقاملتين لين 980 درجة يبقى على طول الشكل وفاعد عيل ونعرف ازاي طبعا زي ما اعرفتكم هكتبها بالبرهوة اول فا بما ان هذا المنتصف بما ان هذا المنتصف جيم هي كتعة مستقيمة يبقى على طول ممداد عمودة على جيم هي اذا ممداد كتعة مستقيمة عمودة على جيم هي كتعة مستقيمة ليه لان المستقيم المرر في المركز ونصف الوطر يكون عمودة عليه نعمل اجزاء دي قايم كده عملنا اجتب بمأن بهجيم مماس للدائرة يبقى نصف الكترة يكون عمودة على المماس من عندنك التماس مم جيم هي عمودة على بحجيم مم جيم قطعة مستقيمة نصف الكترة عمودة على بحجيم مستقيم ما ايه المماز. اكتب وما نصدر człowie CHA car Beemnost, مماجين قطع مستقيمfta ونعرف أن المستقيم التوازم الملم長 جivel Ls Sign, يكون hamburger جivel عموده على بيجيم الخabaد أيضا يبقى اكتبه اذا. كياس اذن. قليل بيه. كتعة مستقيمة. عمود على. بيه. كتعة مستقيمة. ليه لان المستقيمة العمودة على الاحد مستقيمين المتوازين بيكون العمودة على الآخر. يبقى إذن قياس زاوية ألف دل جيم زايد كياس زاوية ألف بي جيم بتسعين زايد تسعين كام مية وتمين درجة أكتب إذن قياس زاوية ألف دل جيم اللي هي تسعين درجة زايد كياس زاوية ألف بي جيم اللي هي برضو تسعين درجة هتساوي كام تسعين درجة زايد تسعين درجة بتساوي مية وتمين درجة يبقى إذن زاوية ألف دل جيم وألف بي جيم زاوية هنمسة تاملتين إذن أنا بوضع بالزبط إذن زاوية ألف دل جيم وزاوية ألف بي جيم زاويتان متقابلتان متكاملتان زاويتين وشون في وش باع ومتكاملتان يعني مجموعة مية وتمين درجة يبقى على طول الشكل وبعد إذن الشكل ألف بي جيم دل ربعي دايد كده أنا وضحت بالخطوات وإزاي تكتب البرهات رقم جيم خدوا بالكم دي صعب شوية كلنا عارفين كياس مجموع كياسات الزاوية داخل المثال مية وتمين الدرجة مدينة زاوية منه يبقى على طول مجموع الزاويتين التانيين هات 780 درجة ناقص كياس الزاوية اللي هو مدينة طب إذا جبتوا نصف كل زاوية هاجب نصف الناتج طيب سين دل بي نصف زاوية سين يبقى كياس زاوية جيم سين ساد نصف كياس زاوية سين وبردو ساد بي نصف زاوية ساد يبقى كياس زاوية جيم ساد سين بي نصف كياس زاوية ساد يبقى على طول مجموع الزاوية تهدسة ومية وعشرين درجة طب مجموع الزاوية والزاوية متقابلتين بالرأس يبقى متقابلتين في الكياس بعد ذلك مجموع الزاوية متقابلتين ومتقاملتين يبقى على طول الشكل وبعد آل كياس زاوية ألف ستين درجة اكتفى بمان بمان كياس زاوية ألف ستين درجة يبقى مجموع الزاويتين الثانيين دي زايد ديت هتساوي كام مية وثمانين درجة نقل ستين درجة يبقى اكتب اذن مجموع الزاويتين يعني كياس زاوية سي زايد كياس زاوية تصاد اللي مجموع الزاويتين الثانيين هتساوي مية وثمانين درجة نقل ستين درجة يبقى مية وعشرين درجة طي هنجيب نص كل جاو منهم يبقى نص النتج بارد يبقى اكتب اذن نص كياس زاوية تصاد نص كياس زاوية تصاد هتساوي نص في مية وعشرين درجة اللي هتساوي كام ستين درجة كياس زاوية تصاد نص 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 كياس كياس زاوية تصاد كياس زاوية تصاد هتساوي نص نص كياس زاوية تصاد نص كياس زاوية تصاد 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 المسلس اعمل ايه اعمل مية وطمئن درجة نقص مجمع الزاويتين اللي انجبتوين ستين درجة يبقى اكتب ازاي قياس زاوي سين جيمسو اللي يزاوي الثالثة في المسلس هتساوي مية وطمئن درجة نقص مجمع الزاويتين اللي يزاوي دي زاوي دي وانلسة جيفون كامل ستين دارج ميوتامنين دارجانه ستين دارجان ميه عشرين دارج اكتب هنا ميه عشرين دارج تاي سات بيه وسين ديال متقاطان في نقطة جي اكتب بيمن بيمن سات بيه مستقيم تقاطب سين ديال مستقيم بتساوي بيتقاطع في نقطة جي اعمل ادخل مجموعة المجموعة جي ما تنساش الخطوات دي اتقاطع في نقطة يبقى اعمل التقاطع بتساوي المجموعة جي يبقى كياس الزوية دي بتساوي كياس الزوية دي بتتقابل بالرقص اكتب ايزا كياس زوي سين جيال سات سات بتساوي بتساوي كياس زوي تبجزين ديال بتساوي مياه 10 دارجاجات يبقى ايزا tuned كياس زوي الیف زائد اكتب ايزا rabat كياس زاوية الف الى 60 زايد كياس زاوية بيه جمدال الى 120 درجه ستساوي 60 درجه زايد 120 درجه ستساوي 180 درجه يبقى زاوية الف وزاوية بيه جمدال زاويتان متقابلتان ومتقاملتان يبقى على طول الشكل الف بيه جمدال رباعي داير في الاخر اكتب اذا الشكل الف بيه جمدال رباعي داير كده انا وضعت بالخطوات خلي بالكم دي طويلة بس ياريت تعرف الخطوات علشان تجيب الدرجه النهيه رقم خمسة قلب به جمدال متوازع اضلاع الدائرة المرة بالنقطة قلب وبيه ودال تقطع به جمدال كتعة مستقيمة فيه اثبت ان جمدال تساويه داير خدوا بالكم حل المسالة دي صح انك ازاي ترسم المسالة صح لان المطلوب بتاعها سهل خل اول حاجة هنعمل اي داير طيب الدايرة بتمر بقالب وبيه ودال باس يعني ايه هنعمل الوطر اكبر الضلع المقابل له وطر ازر هيكون جزء من به جمدال يبقى الوطر الازر هيكون جزء من به جمدال هيقطع به جمدال نسبة الازر بتساويه داير هنسبة المسالة من ساوصه ازاي؟ اول حاجة نستغل خواص الشكل وبعد دايره اللي هو ايه؟ كياس الذاوي الخارجة بالساوي كياس الذاوي الداخلة عدل مجاورة بعد كده نستغل خواص متوازر اضاع كل زاوتان متقابلتان من ساوتان في الازر هنسبة الازر تنجي مدال بتساويه دايره بسهوله خاص يبقى اول حاجة ترسم دايره نستغل المعطيات متوازل اضلع بس يمر بالروز بس الف وبهو دا يبقى نعمل الوطر الاكبر الف دا نعمل فوكن يريد تعرف الخطوات دي عشان مش اي حد يعرفك الخطوات دي الضلع المقابل له وطر اصغر اعمله تحت الوطر الازغر هيكون جزء من بهجي يبقى اكتب هنا ايه الف دا الوطر الاكبر وهنا به طب عايزة اعمل بيزيم اللي هو المقابل الالف دا هيكون مسوليف الطول امد من به شعاع بحيث يكون جد طول الف دا يبقى نسم قطعة مستقيمة جد طول الف دا يبقى هنا نقطة ايه جي اوصل الف دا الالف بيزيم وزيم بيزيم يبقى دا متوازل اضلاع يريد تعرف الخطوات دي محدش هيعرفك الخطوات دي يبقى على طول الشكل اللي بيزيم دا المتوازل اضلاع طيب فيه بيقول هنا بيزيم بيقطع بيزيم فيه الدائرة بتقطع بيزيم فيه يبقى اعمل هنا نقطة ايه اعيز يزبطه ايه انه جيم دال بتسويه دا جيم دال وايه دال اوصل هيه بدال علشان اللي عايز يزبطه بيه دال جيم دال بتسويه دا اوصل هيه بدال يعني عايز يزبط المثلس جيم هه دال متسويه ساقي البرآن هتلاقي خطوات البرهان سهلة اول حاجة الشكل الف بيه دال ربع دايري اكتبوا بمان الشكل الف بيه دال ربع دايري واحنا عارفين من خاصة ربع دايري كاسي خارجه بتسويه كاسي دايري داخلها عدد المجوره يعني كياس زاوية دال هي جيم بتسويه كياس زاوية الف اذا كياس زاوية جيم هي دال جيم هي دال بتسويه كياس زاوية الف اعمل دا رقم واحد طي الشكل اللي بيه جيم دال نعريه متوازي اضلاع اكتبوا بمان بمان الشكل الف بيه جيم دال متوازي اضلاع واحنا عارفين من خاصة متوازي الاضلاع كل زاويتين متقابلتين متقابلتين كياس زاوية متقابلتين يبقى متسوازين في الكياس كل زاويتين متقابلتين متسوازين في الكياس يبقى ايه اذا كياس زاوية جيم هتساوي كياس زاوية الف اللي هي مقابلة ليه اعمل دا رقم اثنين من واحد واثنين وانستنتجيا الثابة الاطب في الآصر هو نفسه الطرف الاطب يبقى الطرف العمل يبقى القبط جيم هيه دال طرف العمل من واحد جيم هيه دال تسوي كأس زوج جيم الطرف العام من اثنين جيم هي دال الزوارية و جيم الزوارين زوجتان متسوطان في الجهاز يبقى شكل دال هي جيم نوعية على طول متسوي الساقين ايه الضلع المقابل زوج جيم هو دال هي ايه الضلع المقابل زوج جيم هي دال هو جيم دال يبقى اكتب في الآخر اذا يبقى البرهان بتاعها خطوات بسيطة ايه الصعوبة بس ايه الصعوبة بس ازاي ترسم الرسم صح ويريد تعرف الخطوات اللي انا رسمت بها الرسم دال علشان لو جدت في الامتحان تحليها على طول رقم ستة ميم ونون دايرتان متقاطعتان في الفو بيه ميم ونون دايرتان متقاطعتان في الفو بيه رسم الف دال المستقيم يقطع دايره مين فيه ودايره نون في دايره يبقى رسم الف دال قطع الدائرة فيه ونون في دايره ورسمه بيه جيم يقطع دايره مين في واو ودايره نون في واو برضو بيه جيم قطع هنا في واو ونون في جيم وكياس زوجة الف سبعين درجة مكتوب عليه رقم ألف اوجد كياس زوجة واو عايز كياس زوجة واو زوجة دي رقم بيه يزبط ان نجيم دال مستقيم يواجه هو مستقيم عايز يزبط ان نجيم دال داب يواجه هو أول حاجة عايز يزبط كياس زوجة واو هنعمل عمل بسيط هنوصل ألب بيه على فكرة رسمة مش واضحة رسمها عندي في الورقة واضحة خالص هضحة لي بيه هستغل خاص شكل روباع الدائري في الاره نون كياس الزوج اللخارجة بدأه خلال بهزوه الداخلي volatility iegبقى الزوجة الزوجة هنا هتبقى سبعين درج هستغل خاص شكل رباع الدائري في الاره ما كل جويتان متقبلتان متقاملاتي يبقى الزوجة دي والزوجة دي مجموح 180 درج يبقى دي قد اتطلع مية و 10 درج جيبتو كياس زوجة واو بص Uno حيث يزبط ان يكون هذا البيجيب بواجه هوه هلاقي جويتين جويتين مجموح 180 درجة وهم جويتين في نفس الجامعة بالكاطع بين المستقيمين يبقى على طول هيكون المستقيمين المتواجهين تعالوا كده انا اعرف ازاي يبقى اول حاجه هنعمل هنوصل البيبه العمل نرسم قلب به قطعة مستقيمة سنوصل قلب به البرهان اول حاجة نبص للدائرة في الدائرة الزوجة خارجة عن شكل الرباعي البرهان بمعن زوجة خارجة عن الشكل الرباعي البرهان الزوجة 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 وفي المعطيات الزوجة يمكنك ان أكتب هنا كامت سبعين درجة زيين. طيب بعد كده في الديرامي. في الديرامي. الشكل قالب به هو وهيه رباعي دائر. بما أن الشكل قالب به هو وهيه رباعي دائر. ونعرفين مخصص رباعي دائر كل الزاوية متقابلتين متقاملتين. الزاوية ديت متقابلتين. يبقى كياس زاوية هيه آلف به زاية كياس زاوية هيه هو وهو به بتسيو 180 درجة. لانهم زاوية متقابلتين متقابلتين في الرباعي الدائر. تبديل سبعين يبقى دي كام على طول 180 درجة ناقص سبعين مية وعشرة درجة. يبقى إذن. قياس زاوية. اللي فضله دي به هو وهيه. بتساوي 180 درجة. ناقص المقابلة لها سبعين درجة. بتساوي 110 درجة. اكتب هنا مية وعشرة درجة. به هو وهيه. اللي هي كياس زاوية واو اللي هو عايس. يبقى احنا جيبنا اول مطلوب. تبديل مطلوب سهل خاط. كياس زاوية واو زايد كياس زاوية جيب. مية وعشرة زايد سبعين مية وثمانين درجة. اكتب بمأن. كياس زاوية واو زايد كياس زاوية جيب. زاوية واو زاوية دي وزاوية جيب زاوية دي. بتساوي مية وعشرة درجة زايد سبعين درجة. بتساوي مية وثمانين درجة. يبقى جزاويتين متكاملتين وعلى شكل حرف اليوم يبقى على طول جيمدال بواجه هواء أكتب الآخر جيمدال مستقيم بواجه هواء مستقيم يريد توضح في زاويتين داخلتين متكاملتين وفي نفس الجهة من القاطع يعني ايه بالفلاحي زاويتين على شكل حرف اليوم يريد توضح في زاويتين داخلتين متكاملتين وفي نفس الجهة من القاطع رقم سبع مستعينة بمعطيات الشكل يثبت لنا رقم آلف بهدال بواجه جيمه طبعا الشكل اليوم ادينا في المعطيات دارتان متمساتان من الداخل والف سين ممائس والف جيمه مسلس بس في الدارة الكبرى رؤوسه في الدارة الكبرى قطع الدارة الصغرة في به ودارة سبع يثبت بيهدال بواجه سهله خالخ هناك دار الاخصية والضيار بالكواس هناكadores اشتركوا في القوس حيضاこの辺という具 delivers ويبقى tool vihdaile بوجه مهيه. تعالوا كده اناعرف ازاي. زي ما اعرفتكم في الاول لازم اعرفكم ازاي تكتبوا البرهان. البرهان. في ادائرة الصغر. اكتب في ادائرة الصغر. خلي بالكم الفسين مماز للدار الصغر والدار الكبرى. مشترك في الدارة اين. بما ان الفسين مماز. اكتب بما ان الفسين مماز. مستقيم مماس يبقى على طول دي جاوية مماسية و دي جاوية محطية مشتركة معه في الكوس اللي هو البي يبقى ايزا كياس جاوية بها المماس يبقى على طول دائرة صغرى نزل الدائرة الكبرى في الدائرة الكبرى نفس الحكاية ألف سين مماس بما أن ألف سين مستقيم مماس ألف سين برضو مماس للدار الكبرى يبقى كياس جاوية المماسية دي جاوية مماس يبقى كياس جاوية المماسية دي جاوية ليه لانا مشترك في الكوس الف جيم يبقى ايزا كياس جاوية سين الف جيم سين الف جيم المماسية في الدار الكبرى المماسية سين الف جيم سين الف جيم سين الف ب هنا و سين الف جيم هنا يبقى معادلتين مشتركتين في نفس الزاوية على طول الطرفين الثانيين المتسويين إذن كياه الزاوية ديت بتسوي كياه الزاوية ديت يعني كياه الزاوية الف دال ب بتسوي كياه الزاوية الف جيم من واحد واثنين إذن كياه الزاوية الف دال ب بتسوي كياه الزاوية الف جيم طب الزاويتين دولت على شكل حرف الف بالفلاحة على شكل حرف الف طب الزاوية نكتبها نظرية يبقى وهما زاويتين متنظرتين أكتب وهما زاويتين متنظرتين يبقى على طول إذن المستقيم المتوازين بهدال كتعة مستقيمة بتوازي جيمهه إذن بهدال كتعة مستقيمة بتوازي جيمهه كتعة مستقيمة وهذا المطلوب اللي هو عيد رقم به أعزي يزبط أن ألف جيم من كتعة مستقيمة من أسل الدارة المرة بالروس والمسلس والبهدين ألف جيم بمس الدارة المرة بالروس والبهدين هنسبة كياس الزاوية بين الشعاع المرسوم من عند الرأس في المسلس وبين الضلع من أطلاع المسلس بتسوي كياس الزاوية الداخل المقابل لهذا الضلع يعني أعزي نسبة إن الزاوية دي تسوي الزاوية دي في الكياس خلي بالكم دي طويلة وصعبة هرقم أعمل هنا تزاوي رقم واحد وهنا رقم اثنين وهنا رقم ثلاثة وهنا رقم اربعة طيب هعرفكم حاجة قبل محل المسالة إذا لقيت زاويتين في المسلس متشاويتين في الكياس يبقى كياس الزاوية الثالثة بتسوي 180 درجة ناقص الضعف في الكياس الزاوية منه المسلس الفوق هي متشاوية سقين ومسلس اللي تحت برضه متشاوية سقين يبقى كياس الزاوية الثالثة بتسوي 180 درجة ناقص الضعف في الكياس الزاوية منه في كل مسلس لوحد طب هلاك دي زاوية ممسية هتسوي كياس الزاوية المحتوية المشتركة معها في الكوس يبقى الطرفين من كل معادلة متشاويين يبقى الطرفين التانيين متشاويين زي اللي قابله تعالوا خد نعرف زي هعرفكم بالبرهاء البرهاء باستجاب المعادلة من البرهان هرقم اعمل دي رقم واحد وده رقم اثنين وده رقم ثلاثة وده رقم اربعة رقم واحد زاوية دال رقم اثنين زاوية دال به آلف رقم ثلاثة زاوية آلف جيم عندنا به دال وآلف دال كتعة ممساتين اكتب بمعن به دال كتعة مستقيمة وآلف دال كتعة مستقيمة كتعة ممساتين ممساتين من نقطة خارج الدائرة يبقى على طول متساوين في الطول جيمة اخرى عرفين ايزا به دال بتساوي آلف دال يبقى المشتلس متساوي الساقينة يعني كياس زاوية واحد بتساوي قياس زاوية اثنين ايزا قياس زاوية واحد بتساوي قياس زاوية اثنين طيب المشتلس ING mortgage يكتب كياز زود ألف دالة بتساوي 180 ناقص اثنين كياز زود ألف يعني 180 درجة ناقص الدفعي منهم. يبقى ايزاً قياس زو. الف دالبي بتساوي 180 درجة ناقص اثنين. الدفعي منهم واختار زو. تأخير زو. يبقى اثنين كياس زو. تأخير زو. واحد. دفعي اليزاوي منهم واختار زو. واحد. اعمل در �م واحد. نفس الحكاية في المسلس اللي تحت مدينة البي بتساوي الف جيم ابتب مان البي بتساوي الف جيم يبقى على طول زويتين الكعدة متساويتين في الكياس يعني كياس زويت ثلاثة بتساوي كياس زويت اربعة طب ان انا عايز كياس الزويت الثلتها بتساوي مائة وثمانين درجه ناقل ضحف از هو امن المختر вдحهز اربعة يبقى واطب اذا كياس زويت الثالتها اليان 7000 بتساوي مائة وثمانين درجه ناقل اثنين يعني ضحف از هو امن المختار كياس زويت اربعة اعمل دي رقم اثنين اخذوا بالكم واحد واثنين احتاجها دلوقت طيب بما انك يزود ده الالف به بتسويك يزود الف جين به لان دي ممسية ودي محطين تبدال الف به ليه كام واحد والف جين به ليه كام اربعة يبقى بما انك يزود واحد الممسية بتسويك يزود اربعة الممسية ياريت تكتب بالتوضيح بما انك كياس زود واحد واحد نوحه ايه الممسية كده اوضح بتسوي كياس زود اربعة اربعة اللي نوحه ايه الممسية ليه لانهم مشتركين في نفس الكوكس اعمل دي رقم تلاتة واحد واثنين وثلاتة كياس زود واحد بتسوي كياس زود اربعة تاب واحد، في معادلة مانين 30 درجة PEA2 واربعة בעلة مانين 180 ي vermeاؤنين وحناك كتب تواجئ من 1 2 3 هل يجب الطرف الآيسر من 1 يجب الطرف الآيسر من 2 يجب الطرف الآيسر من 1 يجب الطرف الآيسر من 2 يبقى الطرف العمل من واحد يتساوي الطرف العمل من اثنين اكتب كياس زوية الطرف العمل من واحد يتساوي كياس زوية يتساوي الف جين يبقى على طول جيم ألف أو ألف جيم شعاع مماس للدائرة المرة بالرسل المثلث ألف بهداء يبقى أكتب في الآخر ألف جيم شعاع مماس للدائرة المرة بالرسل المثلث ألف بهداء لأن الزاوية المخصورة بين شعاع من عند رأس من رؤوس المثلث وأحد أطلاع المثلث تساوي كاس الزاوية داخلها مقابلة لهذا الضل تساوي كاس الظل صاحب صاحب